السلام عليكم الهلال نعم ودع دوري أبطال آسيا لكن عاد إلى دوري روشن وانتصر بثلاثية لكن السؤال المطروح لماذا احتفلت الجماهير السعودية كثيرا بخروج نادي الهلال من البطول الآسيوية هذا السؤال الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأتحدث هنا بعيدا عن جماهير الهلال التي أكيد ستكون حزينة على خروج فريقها ما الذي حصل للأهل؟ لماذا خسر مرة أخرى؟ لماذا يتعثر مؤخرا؟ وما هي مشكلة الاتحاد الذي لم يستطع الاستغلال؟ وما هي نظرتنا أيضا للمنتخب السعودي الأولمبي الذي بشكل مفاجئ أيضا ودع منافسات كأس آسيا وبالتالي لم يتعاهم إلى الأولمبيان الكثير من الأمور السلبية حصلت في دوري روشن ومع الأنبي السعودية ومع المنتخب السعودي في الأولي الأخيرة سنناقشها في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سوالف كرة أقدم أنا سامر جرادات عبر قناة ومنصة المشهد كل يوم أحد أكيد انتهينا من الحديث عن خسارة الهلال ضد العين الكل تحدث والكل تحدث عن مشاكل الهلال وتحدث عن إيجابيات العين ولماذا خرج الهلال لكن بقي السؤال الدائر حتى اليوم لماذا الجماهير السعودية احتفلت بهذه الشراسة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الشوارع في بعض الأحيان وحتى في المنازل أيضا نشاهد فيديوهات تنشر بأن الجماهير كانت سعيدة بخروج الهلال وهنا كما قلت جماهير خارج الهلال السعودي وليس جماهير الهلال السعودي أكيد هي الجماهير لن تكون سعيدة بخروج فريقها وفي الحقيقة الأجوبة على هكذا سؤال عديد جدا وأكيد أهم سبب الذي ممكن أن يقال في هكذا حاله هو أن الهلال مسيطر بشكل شرس وحاد محليا أنا سمعت آراء الكثير من الجماهير والتي تنفي هذه التهمة وتقول لم نحتفل بخروج الهلال بسبب أنه مسيطر محليا وأنه لا نحن نهزمه لا نحتفلنا لأن النادي مثلا بالنسبة لنا غريم أو لأنه يحصل على محاباة مثلا مؤخرا وفي الحقيقة هذا الكلام ليس دقيق 100% أنا ليس من مشجعين الهلال لكن أعلم جيدا الفريق الذي ينتصر كثيرا هو بشكل متتالي ولا أحد يستطيع إيقافه الجميع يحتفل حينما يسقط نعم هناك واجب وطني في المسألة يعني مثلا أنا كسعودي أحتفل بخسارة فريقي السعودي ربما تكون يعني محض جدا لكن يجب الاعتراف أيضا أنه في كرة القدم هناك معايير مختلفة كرة القدم لعبة استثنائية لا يجوز أنك تنظر إلها من بعيد تيجي أنت مثلا فجعا كرة القدم تقتحم المشهد وتحكي شو اللي بحصل لا لا بدك تكون عايش أجواء كرة القدم مستوعب أجواء كرة القدم تعلم ما الذي يحصل في هذه اللعبة فبالتالي حينما يحصل هكذا مشهد رح تكون مستوعب بالنسبة لك معارف أنه بالضبط هذا الذي يحصل بين الفرق التي نقدر نحكي تكون غريمة للأخرى يعني أنا مثلا مشجع للنصر في الرياض طبيعي أني لا أحب الهلال ولا أحب نجاح الهلال لأنه نجاح الهلال يعكس مثلا إخفاقي وبالتالي هذا يوضح الخلل مثلا في فريقي أيضا يجعل جماهير الفريق المنافس لأنا يعني جنبهم يوم بيوم على مقعد الدراسة في العمل في الشارع في المقهى هذول يعني يوما بيوم رح يظلوا دائما يذكروني بنجاحهم مقابل خسارة فريقي وحسرة فريقي فطبيعة أنه أنا لما يحصل هكذا مشهد أني يعني أكون سعيد أنه يعني مثلا غريمة يخسر وهذا ليس تستنقاصا من النصر هذا يحصل نفس الشيء أيضا لما النصر يخسر مثلا والهلال لا يكون بأفضل أحواله على سبيل المثال وهذا الشيء معتاد في عالم كرة القدم كذلك الأمر بالنسبة لأندية جدة وحتى لبقية المنافسين لكن هنا لا أنكر أيضا ويجب الاعتراف بأنه الذي حصل في الأيام الأخيرة أيضا زاد من هذا الشعور يعني نقدر نحكي شعور الرغبة بأن يخسر الهلال وأتحدث هنا عن تأجيل مباراة الأهلي ضد الهلال وتحدثت عن ذلك الأسبوع الماضي وأشرت أنه الذي حدث لم يكن يجب أن يحدث لأنه تأجيل مباراة للهلال بهذه الطريقة ممكن أن يفهم بأنه محاباة أو اختيار للهلال وتمييزه وهذا الأمر لأنه يعني الاتحاد طلب تأجيل مباراة سابقا وكان الفريق المنافس يعني موافق على التأجيل قبل كأس العالم للعندية بطولة مهمة جدا ولم يوافق على طلبه إلى جانب أني قلت أنه هذا الأمر سيفتح للباب للمطالبات الزائدة والزائدة في السنوات القادمة لتأجيل المباريات قبل دور أبطال آسيا للهندية التي تنافس في هذه البطولات وحكيت هذا مش في صالح الدور السعودي ولا في صالح الهندية لأنه يعني ما رح نعرف متى ستبدأ البطولة ومتى ستنتهي ورح تظل تتمدد وتتمدد كما يحصل في بطولات أخرى في منطقتنا العربية فالأفضل كان أنه تلعب المباراة في موعدها أو بالأحرى تأجيلها 24 ساعة فقط بحجة تأجيل مباراة العين للأحوال الجوية 24 ساعة فقط أجلت مباراة العين 24 ساعة أجل مباراة الأهلي 24 ساعة فهذا السبب أعيد وأكرر إلو كان يعني من قدر نحكي إضافة على المشهد يعني من قدر نحكي سكب المزيد من الزيت على النار لكن حتما ليس هو السبب الرئيسي السبب الأهم هو التنافسية بين الأندية فيجب الخروج من عقلية أنه مثلا إحنا أنديت وطن وكلنا نمثل وطن لا بصراحة بعالم كورت القدم كلنا فهمين أنه هذا الشيء مش يعني موجود يحدث في إسبانيا يحدث في إيطاليا يحدث في إنجلترا وحتى تصريحات مثلا يعني إذا بتلاحظ النجوم السابقين لمنتخب إنجلترا بحكولك لما كنا نروح منتخب إنجلترا مثلا زي ريو فرديناند زي فرانك لامبرد زي ستيفن جيرارد زي كاريجر بحكولك إنه كانت الأجواء بيننا في المنتخب متكهربة لأنه العلاقات بيننا بالأندية بين تشيلسي وليفربول ليفربول واليونايتد تشيلسي واليونايتد سيئة كذلك الأمر بالنسبة لأرسنل فبالتالي بيحكوا دائما وباعترفوا بعد مرور زمن بإنه العلاقات بينهم داخل المنتخب ذات نفسه تكون سيئة فما بالك أصلا أني أنا أبدأ أنظر إليه كمنافس فقط يعني بعيدها عن المنتخب إنه هو منافس هو فريق ينافس على بطولة لوحده أنا لا أنافس فيها طبيعي أني ما أكون متعاطفة هذا الشيء يحصل في جميع الملاعب العالم مش شيء مستهجا ولا شيء مستغرب ولا يستحق الدراسة كما قال البعض لازم ندرس الحامل لا هي هيك الشيء الطبيعي في عالم كرة القدم أنا متفاهم إنه مو شرط أي شيء يحصل في الغرب إنه يطبق عنا لكن هذا لا يعني إنه الجماهير السعودية تقلد الغرب بتاتا المسألة مختلفة تماما هو شعور لمشجع كرة القدم عام في جميع أنحاء العالم هذا الذي أقصده فقط أما العين فكل الإشاد فيه للأمانة استحق انتصاره الشوط الأول في مباراة العودة هو كان الأفضل في مباراة الذهاب بالمجمل هو كان الأفضل فأكيد بثلاثة أشواط من أربعة استحق أن يعبر للدور التالي يجب أيضا أن نشيد بالعين بقدرته على الصمود يا جماعة مو سهل أني أاجي على المملكة يا رينا في العاصمة عن الرياض وأطلق هدف أول أربع دقائق ومن ركل الجزاء يعني لسه نحكي يا هادي لسه ندخل بالمباراة نحكي بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا متلقي هدف بخطأ يعني ركل الجزاء يعني نقدر نحكي المدافع يخطئ فيها بالتعامل مع وجود مساحة يعني الصدمة الذهنية للفريق الشديد جدا على فريق زي العين وأيضا في بداية الشوط الثاني أرجع بعد التعادل وأطلق كمان هدف ورغم ذلك أصمد هون بحد ذاتها توضح عقلية هذا الفريق عقلية العين فريق يملك شخصية يملك حضور يملك توازن في أرض الملعب يملك أفكار مدرب فريقي ها عرف ما الذي يريده من المباراة وضعيته في الدوري غير جيدة لا يكترث يذهب للعب بطولة مختلفة بأجواء مختلفة الأمر الذي لم ينجح به الهلال الذي كان مثالي مثلا في الدوري ولم يعكز ذلك على دوري الأبطال وهذا الأمر الذي حذرت منه مرارا وتكرارا في الآون الأخير حكيت الهلال يفوز لكن مشاكله الدفاعية جمع واضحة في مساحات بين المدافعين في مساحات بين المدافعين وحارس المرمى في استهتار في حدم جدية في بعض الأحيان في الضغط هذه الأمور كانت واضحة في الهلال لكن أخفتها النتائج أمام فريق منافس زي العين يشعر بالثقة بقدراته يعرف من أين تؤكل الكتف يركز على أخطاء المنافس استطاع أن يحبر أمام الهلال ناهيك عن مسألة الإجهاد البدني التي يعني أنا بصراحة مضطرة أني أظلني أعيدها مو معقول اللي يفعله جيسوس أنه كان يرهق لاعبي يرهق لاعبي يرهق لاعبي الأساسيين في بطولات محسومة تقريبا لصالح الهلال يعني مو منطق هذا الكلام وألقى بذلاله أكيد على مباراة العين في الوقت الصعب لكن المهم بالنسبة للهلال أنه بعد الهزيمة يعني استطاع مباشرة أن يعيد يعني منقدر نحكي توازنه أو يستعيد توازنه ويهزم الفتح الدوري منعرف أنه محسوم لصالح الهلال لكن هذا الانتصار كان مهم جدا قبل كأس الخادم الحرمين الشريفين قبل بطولة كأس الملك سأواجه الاتحاد نعم الاتحاد سيء الاتحاد عنده غيابات الاتحاد يعاني الاتحاد قسر بثلاثين الشباب لكن هذا لا يعني أنه أنا أيضا ممكن يتم المساس فيه ذهنيا وأروح أسقط بشكل مدوي في نهاية الموسم فكان مهم جدا أتخط الحالة النفسية السلبية التي مررت فيها في المباريات الماضية أو بالتحديد ضد العين نعم أنا فوزك ضد العين بالعودة لكن هو فوز بطعم الهزينة فبالتالي كان يجب تعويض ذلك ضد الفتح والهلال حقق الانتصار حاليا بقدر نحكي الفريق نسبيا بدأ يخرج من النفق المظلم الذي مر فيه في مباراة العين لا أقول أنه خرج مئة بالمئة أنا بحتاج أشاهد مباراة الاتحاد لكن بحكي بدأ يخرج بالنهاية يبقى الهلال موسمه ممتاز لا نستطيع انتقاده في عندي كأس الدرعية كأس السوبر في عندي دوري المحترفين بالطريق أحقق اللقب وصلت نصف نهاية دوري أبطال آسيا لم أصل لدور عادي أنا من أفضل أربع فرق في آسيا وهو إنجاز أيضا إيجابي نعم طموح اللقب أكيد لكن يعني موسم عن موسم بختلف ممكن الموسم القادم أوصل للنهاية أحقق اللقب وأيضا يعني أنا حاليا في كأس خادم الحرمين الشريفين في نصف النهاية فالموسم مش سيء لو انتهى بالدوري وكأس الدرعية فقط فالموسم باعتقادي جيد جدا للهلال على ذكر الهلال يذكر أيضا النصر جاره النصر فاز على الخليج 1-0 مباراة يعني غريبة نسبيا لأنها تقريبا تعتبر بروفا للمباراة الأهم بالنسبة للنصر المباراة الأهم ضد نفس الفريق في كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك بعد أيام قليلة لأنها البطولة التي ممكن يعني النصر ينقذ موسمه فيها ويطمح فعلا بالفوز بلقبها يعني حيقاتل بكل ما يملك بالفوز بلقبها ونشاهد أن النصر يعني فيه عملية تغييرات فيه لعب بثلاث قلوب دفاع خمع سي دفاع نشاهد فيه أفكار جديدة نسبيا المدرب يبحث عن حلول لمشاكل فريقه باستمرارية فخلينا نشوف شو باستطيع يفعل النصر لكن ذهابوا لهذه البطولة مختلف تماما عن ذهاب الاتحاد لنفس البطولة الاتحاد الذي كان يمنى النفس أن يستغل حالة الهلال المترنحة وبالتالي يعني يواجهه بمعنويات أفضل يعني يستغل ظروف الهلال يعني الهلال حقيقة نطلع ضد العين ولا نعلم هل خرج من النفق المظلم أو لا والفوز ضد الفتح مهم لكن الذي حصل أنه الاتحاد دخل بنفق مظلم أكبر منه وخسر بثلاثية من الشباب يعني بنقدر نحكي ثلاثية مؤلمة جدا في الجوهر المشعة معقل الاتحاد وبأداء أفضل كان من الشباب نسبيا خصوصا بالشوط الثاني تفوق عليه لعب بصورة أفضل المدرب فيتور بيريرا تفوق بشكل واضح على المدرب الأرجنتيني جاياردو فرستطيع القول أن الاتحاد مر بأزمة نفسية أكبر من أزمة الهلال لماذا؟ لأن الاتحاد قبل هذه المباراة يعني قبل مباراة الشباب كان يعلم بأنه الأهلي خسر من الرياضة 2-1 فبالتالي أنا عندي حاليا فرصة مثالية بالفوز والصعود للمركز الثالث وحكينا وشرحنا كثيرا أن المركز الثالث كم هو مهم للتأهل إلى بطولة النخبة الآسيوية دوري أبطال آسيا ألف فالمركز الرابع لا يساعد الاتحاد فما بالك أصلا أصلا يعني أنه أنت تفوت بدك تقلص الفارق مع الأهلي أو تصعد فوقه في المركز الثالث تروح تخسر المركز الرابع لصالح التعاون أنت تتراجع للمركز الخامس فشوف الصدمة النفسية للاتحاد إلى جانب الإصابات العديدة يعني شوف إحنا ننتقد قيارده وللأمانة ألومه وبحكي أنه عنده مشاكل والمشاكل الدفاعية واضحة ويستخدم أحيانا اللاعبين بغير مراكزهم وبتفلسف شوي لكن لما بدي أنزل عارض الواقع هو شو بده يفعل يعني هو حتما لازم يبحث عن حل فالحل بحتاج مخاطرة بحتاج أنه يجرب لعبين بغير مراكزهم ما عنده ما عنده حلول يعني هو مش عارف يجمع 14-15 لاعب بالقائمة خسر لاعبين لصالح المنتخب الأولمبي لاعبين مهمين نضمنهم فيصل الغامد يا أحمد الغامد خسر أيضا لاعبين بسبب الإصابة لاعبين خلص من سيناهم ولاعبين تعرضوا لإصابة من الفترة القصيرة يعني واحد مؤثر جدا زي كانتي كان من أميز اللاعبين تعرض لإصابة كريمبلزي مرة أخرى يوصاب فيليبي يوصاب فأحنا نتحدث عن غيابات بالقائمة واسعة جدا وفوق ذلك حمد الله يعني يجلس على الدكة في الشوت الأول نزل بالشوت الثاني ويسجل لكن الجماهير مش راضي عن حمد الله بشكل عام والمدرب بحاول أنه يتقرب وجهات النظر بحاول أن يبحث عن حل أنا لا أعذر غياردو نعم هو من الأشخاص الملامين على موسم الاتحاد لكن للأمانة هو آخر الملامين أكثر شخص يولام هو الإدارة الإدارة بالإعداد للموسم التصرع بإقالة نونو سانتو عدم تلبية احتياجات المدرب الذي أشار إلى مكمل الخلال في العديد من المراكز والحاجة لتعزيزها سواء ندر نحكي كأجنحة كأطراف حتى أحيانا قلب دفاع كل ذلك لم يتم الاستجابة فيه للمدرب تم التركيز على صفقات بعينها في مراكز بعينها وأيضا دخلوا الموسم بدون إعداد بدني جيد الحالة الطبية والبدنية للفريق سيئة جدا الأصابات العضلية عديدة اللعب يدخل بدوامة إصابات لا يخرج منها بتاتا لا أحد يعالج ولا نفهم الذي يحصل معه فبالتالي كل ذلك ينتج لنا صورة سيئة من الاتحاد إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين المهم جدا مثل يعني حمد الله مثل كريم بنزيمة كريم بنزيمة الذي يغيب عن 16-17 مباراة للاتحاد فأحنا نتحدث من 40-42-43% من نسبة المباريات تقريبا حسب ما أذكر فأحنا نتحدث عن أرقام جدا سيئة لكريم بنزيمة هذا اللاعب الذي كان مفروض يجي وينتشلني ويساعدني إلى جانب حتى فابينيو وكانتي والغيابات المستمرة من اللاعبين المهمين كورونادو ورحيلون ونشاهد رو مارينو عدم انسجام جوتة بالشكل الكافي كلها مشاكل مركبة في الاتحاد يأتي بعد كل ذلك المدرب ليشيل الليلة فنعم المدرب يلام لكن في كثير من العوامل قبل ذلك تقف ضد الاتحاد في هذا الموسم ليس للمدرب علاقة فيها هل هذا يعني أن المدرب لازم يبقى في منصبه ما بعرف مش أنا اللي ممكن لازم أحكم على هذه النقطة الإدارة القريبة جدا من الفريق والتي تسمع من اللاعبين وتعرف ما الذي يجري في غرفة خلع الملابس هي التي يجب أن تحكم أنا لو كنت رئيس نادي حكون متخوف للأمان الموسم القادم أبدأ مع نفس المدرب الذي أخفقت معه لكن في ذات الوقت حكون عارف في قرارة نفسي أن المدرب ليس هو الملام فهون أنا بين ناري ويجب أن أتخذ القرار بكل تأني لكن أيضا يا جماعة برافو للشباب الشباب عنده غيابات راكيتش عندك اللاعب جونيور عندك مثلا اللاعب عبدالله رديف أو عبدالله رديف مع المنتخب الأولمبي نعم هو ليس الأساسي يعني في الفريق في العون الأخير لكنه أيضا لعب مؤثر بس تطيع اعتمد عليه ففيه غيابات أيضا في الشباب الشباب ما لعب بكامل تشكيلته فهبالتالي الشباب يستحق الإشادة آخر أربع مباريات في شهر أبريل للشباب حقق ثلاث انتصارات وتعادل بتائج جدا مميزة للطريق كراسكو جدا مؤثر كان في المباراة لعب ممتع لعب حيوي لعب يخترق بشكل إيجابي مثلما أيضا نشاهد الحبيب ديالو يعود ويسجل والعديد من العناصر الإيجابية في الشباب مدر فيتور بيريرا نشاهد في توليف ناجح عاليا في كيفية التموقع بشكل إيجابي لاستحواذ على الكرة ثم المداهمة ونستطيع التحولات المباشرة واستغلال مساحات بين خطوط الاتحاد وهذه المشكلة بالمناسبة بالاتحاد منذ بداية الموسم منذ الخسارة إذا بتذكروا ضد الهلال يعني في مباراة الذهاب في الدوري لما كان لعبين الهلال يستلموا الكرة ويجروا في المساحات وحتى يومها فابينيو يعني طلع وحكى إنه إحنا كنا نظل نستمر بتجري خلفهم لأنه مو عارفين ندافع عن المساحات بشكل جيد في وسط الملعب ما تزال المشكلة متكررة في الاتحاد حتى اليوم ويستغلها فيتور بيريرا زي ما حكينا الاتحاد كان يأمل بالصعود للمركز الثالث وجد نفسه في المركز الخامس لأنه الذي يتواجد كان في المركز الخامس وحاليا هو في الرابع فريق ليس سهل يا جماعة تعاون نتحدث هنا عن المدرب البرازيلي تشاموسكا الذي نشاهد منه عمل إيجابي شوف الفريق ليس مبهر يعني لو تروح تطلع مبارياته ما بتلاحظ أنه الإبهار وتحكي هذا الفريق اللي رح يمتعني وأنا خلص يعني سأصبح مغرم بهذا الفريق وأسانده لكنه فريق يلعب حسب الإمكانات لو بدك تقارنه مثلا بعناصر الاتحاد عناصر الأهلي الفرق كبير لكنه يتواجد بجانبهما في الصراع على يعني من يقدر أن يحكي تحقيق المركز الثالث عنده 51 نقطة على بعد فقط نقطة واحدة من الأهلي ونعم هو عنده مباراة ضد الهلال زيه زي الأهلي والأهلي منقوص مباراة لكن نتحدث أنه وضعيته إيجابية لاحظ الفريق أنه بعناصر أقل جودة من منافسي كيف يتواجد وهذا الدور المدرب هذا المدرب الجيد وأكثر شيء يعني أن نستطيع القول أنه إيجابي في التعاون هو الاستقرار المدرب صار له سنة ونص إلى سنتين معظم اللاعبين صار لهم سنتين هناك بناء متراكم للفريق عكس مثلا الأهلي المدرب يايسلي أول موسم له الكثير من اللاعبين أول موسم لهم أيضا من مدرب جاياردو في وسط الموسم الكثير من اللاعبين أول موسم لهم بالإضافة للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق عكس التعاون المستقرة تشكيلته تقريبا فهذه الأمور واضحة الاستقرار الفني الهدوء عدم التسرع الابتعاد عن الضغوطات اللي منقدر نحكي اللاعب حسب إمكانات الفريق كلها أمور إيجابية في التعاون عكس مثلا للأهلي الأهلي لاحظ مثلا من يملك الأهلي؟ الأهلي يملك فرمينو يملك ماكسيمين يملك البطولة يعني المسألة واضحة مش بحاجة نقاش لكن لاحظ كم يمسجلين آخر سبع مباريات نتحدث منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم أبريلي يعني خلال شهرين يمسجل الأهلي فقط سبع أهداف في سبعة مباريات وهنا يتحدث عن رقم جدا 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 كارثي وسلبي ويممكن القول أنه فضيحة لفريق يملك كل هؤلاء المهاجمين رياض محرز ماكسيمين فرمينو وأيضا في رأس البريكان نستطيع القول نعم أنه كان عنده فيغا غياب مؤثر لكن فيه لاعبين يستطيع يعودوا شو اللي بحصل مع الأهلي اللي بحصل ببساطة فيه تكاسل في أرض الملعب سوء في عملية الضغط الصراعات الثنائية غير جيد فيها الفريق اعتماد أحيانا على كرات عرضية عشوائية وسوء اتخاذ القرار شوف مثلا ماكسيمين في حالة من الحالات بدخل بالشوت الثاني داخل منطقة الجزاء بمراوغة ناجحة بواجه المرمى يفتح المفروض يفتح على رجل اليمين ويعطيها أرتو بسيطة بسيطة المرمى أمامه فارغ بقرار أنه بده يرجع ويمهر انت طلع لاحظ سوء اتخاذ القرار لاحظ عقلية اللاعب في اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء طبعا أنا جايبك من نيوكاسل يونايتد ودافع عليك هذا المبلغ وشويات عشان تيجي بالنهاية لما تواجه المرمى بدك انت ترتبك ومش عارف تحط الكرة في الشباك وانت أمامك فقط حارس بعد أن قمت بمجهود جيد روغت لعب ودخلت منطقة الجزاء واجهت الحارس هاي الحال غريبة حتى حصلت حالي في الشوطر الأول لكنها أقل وضوحا فبالتالي هذا الشكل هذا الشكل هذه الفرصة توحي لك كم الأهل يعاني الفريق كم هو مفكك يعني أنا لما يكون عندي ماكسيمم وفرمينو وفراس البريكان استلاثي مساهم بستة أهداف فقط استلاثة مع بعض مساهمين بستة أهداف في سبع مباريات شو الحل يعني صدقا يعني كيف يستطيع الفريق يفوز إذا ثلاث مهاجمين انت جيدهم أقل من هدف في المباراة شو هاي يعني شو هاي الأرقام اللي ممكن يقدموها اللاعبين وفوق ذلك يا يسلي للأمانة يتحمل كثير من النوم يعني عملية البناء في الفريق البطء البطء التمرير مدعو كرة عرضية وأيضا خسارة عمق الملعب بتبديلات مثلا مجحد لما بدلوا نستطيع نحكي أنه خسر العمق وهذا الأمر أدى جي الهدف الثاني للرياض فالفريق أيضا لا يلعب بالشغف الكافي وشغف الفريق يعني نستطيع القول أنه يستمد من شغف المدرب من روح المدرب من عزيمة المدرب إصرار المدرب لا نشاهد ذلك في الأهلي فيايسل أيضا ينتقد لا نستطيع انتقاد اللاعبين فقط الروح غائبة عن الفريق الشراسة والحدة والرجول في أرض الملعب غائبة وهذه الصورة للأمانة تزداد سوءا في الأهلي يعني قبل مثلا شهرين كانت أفضل من حاليا وإحنا قبل شهرين كنا ننتقد الفريق وكنا نحكي أنه بعد كأس العالم تراجع ومن كل هذا الكلام لكن لا كل ماله تتجه الأمور للأسوأ والأهلي ما زال يعاني ويعاني وربما يخسر المركز الثالث إذا واصل على هذا المنوال عنده ست مباريات بدوا يلعبها كل مباراة كنهائي كل مباراة بدأت تحضير نعم هناك غياب لمدة عشرين يوم من اللعب عن المباريات ومؤثر ما بستطيع حدا يحكي مش مؤثر يعني بحكي مش مؤثر لأنه ما لازم يعيد حساباته في كرة القدم الغياب عن اللعب عشرين يوم كسر إيقاع الأهلي وحرمه من حساسية المباريات وساهم أكثر بالصورة اللي حكينا إنها ما فيها الحدة والشراسة من الفريق هاي الصورة ناجمة جزء منها من الغياب عن رتم المباريات لكنها ليس مبرر مطلق إنه فريق نعم له احترام الرياض فريق جيد فريق مزعج لكنه ينافس على الهبوط أيضا أخسر أمامه ووسط إنه الجماهير ترتحل يعني معاي أو تسافر وتساندني من جدة إلى الرياض حتى تشجعني وبالنهاية لا أقدم لها أي شيء ننهي بخيبة الأمل الأخيرة يعني للأسف هذا الفيديو ما فيه الكثير من الأمور والمفرحة كانت مع المتخب السعودي الأولمبي هارد لك للكابتن سعد الشهري هارد لك للعبي هارد لك للجماهير السعودية أنا سمعت الكثير من الانتقادات للكابتن سعد الشهري وأكيد الكابتن يتحمل جزء من المسؤولية أي إخفاق أي خروج لازم المدرب يكون مساهم بهذا الإخفاق لكن أنا بشوف في قصوة مبالغ فيها وصف المدرب بأوصاف سيئة جدا وكأنه مدرب فاشل ورغم أنه مدرب يحقق نجاحات هو بالأساس بطل آسيا 2022 يا جماعة ما تنسوا هاي النقطة أنا ما بدي أمدحه وقت الخسارة لكن أنا بشوف أنه المدرب ينتقب على بعض جزئيات المباراة الأخيرة ضد أوزباكستان لكن المبالغة والقول أنه مدرب لم ينجح وهذا مش كلام واقعي حصلت منه ممكن بعض الاختيارات الغير منطقية بالنسبة للناس ممكن يعني بعض اللاعبين من الشباب كانوا يستحقوا الاستدعاء لكن يعني نقدر نحكي المنتخب السعودي يعني ما قدم بطولة سيئة رغم كل ذلك ضد أوزباكستان كان فيه تحفظ الفريق نوعا ما خسر معركة وسط الملعب وهذه النقطة السلبية كانت أنه الفريق انجر للعبة أوزباكستان أوزباكستان قسم الملعب إلى مساحات صغيرة وخذ صراعات ثنائية في كل مساحة صغيرة وسيطر عليها فبالتالي سيطر أكثر على إيقاع اللعب وهذا الأمر الذي خسره المنتخب السعودي حيث لم يستوعب هذه المعركة إلى جانب تغيير الاستراتيجي والشكل تقريبا إلى 4-4-2 كانت أقرب من 4-2-3-1 نشاهد أيضا السيطر على يعني عيد لمولد وأيضا نشاهد السيطر على فيصل الغامدي تركيز منتخب أوزباكستان على هذين العنصرين أجبر المنتخب السعودي على لعب كرات طويلة أكثر وخسارتها لصالح أيضا بعد ذلك لعبين أوزباكستان الذين كانوا مميزين أكثر بصراعاته الهوائية رغم كل هذا الكلام كان يستطيع المنتخب السعودي أن يخرج من الشاطر الأول هو المتفوق لو عبدالله رديف قبل لقطة هدف أوزباكستان مباشرة سجل فرصته في لقطة لعبدالله رديف مباشرة قبلها يعني مباشرة بالدقيقة 45 بعدها بدقيقتين أوزباكستان سجلت لهذا هذا لا يعفي الفريق من المسؤولي والمدرب من المسؤولي لكن بحكي لك أحيانا كرة القدم تلعب على تفاصيل صغيرة ونستطيع القول طرد أي من يحيا أيضا يعني ساهم بالمشكلة لكن أكيد ليس مبرر لأنه أصلا أنت كنت خسران واحد صفر وقت الطرد خيبة أمل أكيد لللاعبين لهذا الجيل بأنه لا يتاهل إلى الأولمبيات لكنه يفتح أيضا باب التساؤلات حول الذي يحصل في الدور السعودي يعني زيادة عدد المحترفين بما يقلص فرص اللاعبين أكثر باللعب ربما المسألة بحاجة لإعادة حسابات شاهدنا المنتخب الأول وأنه شاهد حاليا المنتخب الأولمبي في عنا مؤشرات مبدئية لا أقول لها مؤشرات نهائية بحاجة للمزيد والمزيد من الدراسة لكن في مؤشرات مبدئية أنه الوضع ليس هين حتى الكابتن سعد الشهري حكى لك اللاعبين ما بلعبوا كثير مع عنديتهم يعني باستثناء فيصل الغامدي نشاهد أيضا لهوساوي لأنه نشاهد دائما استمرارية باللعب للكثير من اللاعبين فهذه النقطة يجب أخذها بعين الاعتبار في الفترة القادمة اللاعبين السعوديون أين سيلعبوا إذا عنديتهم ما بتشركهم لا مع المنتخب الأولمبي لا لاعبين حتى المنتخب الأول يشتركوا لاعبين مثلا زي محمد كنو على سبيل المسأل واحد من أفضل اللاعبين شاهدناهم في الكرة السعودية في السنوات الأخيرة في الكثير من المباريات لا يلعب فهون انت في عندك يعني منقدر نحكي معطيات يجب أخذها بعين الاعتبار ودراستها لأنه مش سهل أجيب لاعبين من دكة مدلاء وأحكي لهم اقتحموا بطولات رسمية وبدي ياكم تصبحوا نجوم وتقاتلوا بشراسة كلاعبين بلعبوا بعقلية مختلفة بزخم طوال الموسم أساسيين بفرقهم فالمسألة تكون صعبة لا أقول هذا سبب الإخفاق حكيت لك المدرب أخفق في بعض الجوانب التكتكية كان في إخفاق من بعض اللاعبين باستغلال فرص لكن أيضا في مسألة بتحتاج دراسة في الدوري السعودي أنهيت كل شيء عندي هون أصدقائي ما تنسونا باللايك بالشير بمتابعة قناة ومنصة المشهد على بقية مواقع التواصل الاجتماعي كان معكم سامر جردات من سوالف كرة وبحكي لكم السلام عليكم